الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الإخوان موليه السلام عليكم إن شاء الله تكونوا بخير عن تكلموا اليوم الإخوان على واحد الموضوع دي للطفرات لأن شحال دي للناس عندهم مفهوم غالد دي للطفرات بلين قوسين آخر مرار اسمعنا في واحد القروب أن واحد السيد تتقال لي أستاذ تقول أن الطفرات تتجي من النباتات ومن الظهور اللي تياكل من الحسون أو شي طائر خور يعني الحسون تمشي تياكل من واحد الظهور بيضاء وهذا تخلي أن تتولي في الطفرات ولف ولدات وطفرات هذا الهضراء رأى غلط ولا يعقل أن هذا الهضراء بقتدقال لحد الآن مع العلم أننا كان جوجل وكان بزاف دي المسائل يتخلي الإنسان أنه يضبط المعلومة دياله مهم بين قوسين لذلك كما قلنا نتكلم عن الطفرات بصفة عامة والطفرات الحسون بصفة خاصة هذا الشيء يطلبون مننا شيء في القروب ديال واتساب لذلك قلنا نختار من الفرصة الإخوان الطفرة بين قوسين هو خلال توقع في كروموزوم من أحد الكروموزومات ديال الطائر أو ديال المخلوق كيفما كان هو يقدر يكون طائر أو إنسان وهذا الخلال تكون يناتج عن بعض العوامل التي تكون عوامل خارجية نحن نتكلم عن الطيور تقدر تعطى الطيور ونقدرون تسناو أن نفل ولدها تأخير شيء طفرة ولكن العامل الآخر وهو العالم العامل التقائي يعني فذلك شيء من عند الله في الطبيعة يوقع أحد خالق اللي احنا متنا نتحكموش فيه دونك احنا باش دونك الطفرة دونك قلنا أنها تتوقع بأحد الأسباب اللي ذكرنا وعند الحسون في هاد الطفرة تتنقاسم ثلاثة الأنواع احنا قبل ما نتكل المؤلاء الأنواع أحسنا نذكره أن واحد الكود اللي عنا أعطيه عن طافق عليه دابا وماش عم طافق عليه رغم طافق عليه قبل منا ولكن أحسنا نبقى حاطينه في البال لأن من بعد نحتاجه عند الإنسان الرجل تتنعت له بXY في الكروموزومات والمرأة بXX دونك هذا المال وعند الإنسان عن طيور ريلاكس تتنعت لها بXY في الكروموزومات المتعلقة بالجنس والذكر تتنعت لها بXX عكس الإنسان إنسان رأي العكس ديالهم لذلك المال رأي XY وارجعنا بسرعة رأي XX لذلك قلنا أن الطفرات عند الحسون تنقاسمو الثلاثة الأنواع ديال الطفرات لذلك قلنا أن الطفرة سائدة وهذه A اللي ستكون محور الفيديو لذلك قلنا أن الطفرة متنحية وكان الطفرة متعلقة بالجنس وهذه اللي ذكرنا نذكره فيها القاعدة اللي ذكرنا هذا بديل XEI مع العلم وبين قوسين أن هذه الطفرة المتعلقة بالجنس ستحددتها بين قوسين ستكون طفرة متنحية لذلك من اللي نتكلم عن الطفرة المتنحية إن شاء الله نعرف أن في المتعلقة بالجنس ستبقى عليها القواعد للطفرة المتنحية غير هي تتبقى متعلقة فقط بالكروموزوم X والكروموزوم Y بغاية اليوم متعلقة يعني هم التي يحددون لنا الجنس ديال الطائر اللي عيد تولد لذلك قلنا أن الطفرات رها خلل في الكروموزوم عن طافقوا على واحد قاعدة أخرى أن يعني أعطوه الأمثلة إن شاء الله الزوج ديال الكروموزوم لأن الكروموزومات كما عند الإنسان هم طائر عبارة عن زوج لذلك نحن نديره اليوم بحركة لكن طائر عادي ما فيه لا طفرة اللي هو له ونديره بحركة لكن طائر فيه طفرة مع العلم أن هذا هو الكروموزوم اللي فيه الطفرة نحن هتنا نتكلموا على فيه الطفرة وبين نقصهم متنكلموش على حامل الطفرة لأن هنا كان عندنا وحد الخلط اللي واقع عند بزاف ديالإخوان أنه ما تميزوش ما بين طائر فيه الطفرة وطائر حامل للطفرة لذلك كروموزوم لكن بحركة راه الطائر عادي لكن عنده جوج بحركة عادي ولكن فيه بحركة يعني راه تنتكلموا على وحد طائر اللي فيه وحدة من هاد طفارات دونك نخلي ليكم الكومنتر الإخوان اللي عندو شي سؤال لأن هذا عنديرو فيديو بوحده وإن شاء الله عندير فيديو آخر لعندك المفعل الطفرة السائلة دونك اللي عندو شي سؤال في مسألة هاد الفيديو وفي هذا النقاش دي المدخل للطفارات اخلي في الكومنتر وانتو مراكم ملفين الحمد لله أنني تنجوب تنجوب على الكومنتر لما تنخليك شي واحد اللي تيسول ولا اللي تيسب ولا اللي تيضحك ولا اللي تيستهزئ رات نجاوب على الجميع دونك إخوان تبارك الله عليكم والله يصل الأمور السلام عليكم